مرحبا مواليد بورشل شاوسة معكن كارمي شاماس اليوم بدي أخبركن عن التوقعات الأسبوعية للأسبوع من الثانين 24 شباط فبراير حتى الأحد واحد أدار مارس يعني كيف بدنا نخلص شهر شباط فبراير وكيف بدنا نبدأ شهر أدار مارس الأسبوع الأخير طبعاً عم نحكي عن الثانين والثالثة بيبلشوا هاليومين بتبلش الأسبوع والأمر موجود ببرش الحوت وأصلاً الأمر ببرش الحوت من يوم الأحد 23 وكنا كل العالم كل الأبراج تحت تأثير الأمر الجديد ببرش الحوت بالنسبة لألك تحديداً أنا حكيت عن هذا الموضوع ما رح أرجع أحكي عنه هلأ حكيت عنه بيوم الأحد وحكيت عنه بالأبراج الأسبوعية اللي قبل إذن الثانين والثالثة تحت تأثير هالمربع الفلكي من الأمر والشمس السواء بعدك بتعيش بعدك عم بتعيش مولود ببرش الجوزاء تحت تأثير هالضغط في شوية ضغط في ضغط لأنه حاسس مولود ببرش الجوزاء رح بتحسوا في ضغط في متطلبات الحياة اليومية الأسبوعية رح تحسوا فيها وعارفين أنه في شيء مهم أنتوا مقبلين عليه فهناك بداية حلوة مع أنه في ضغط لكن أنا بعتبرها مهمة المربع ما بخوف بالنسبة لألي المشكلة هو لما بيكون في عنا يمكن مواجهة بتكون شوي أصعب بتتعب أكتر فبالنسبة للمربع أنتم معليكن شيء كل شيء مطلوب منكم تتعاملوا ويش بيتكم تروحوا عمدرستكم درسين تروحوا عمتيحاناتكم درسين لمنيح تروحوا عشغلكم محضرين أشغالكم على جامعتكم محضرين الشغل قبل بوقت محضرين البحث حضرين حالكم بحياتكم اليومية بحياتكم العائلية العاطفية بدكم تكون فيه نوع من رواق وبدي يكون فيه نوع من رصاني في التعامل مع الأمور لأن الأمور يلي تنطرح بهالفترة التنين والتلاتة دسمة وغنية ومن لعبة ولد صغار يعني أي سؤال بيمروا ما تاخدوه باستخفاف بالعكس لازم تعطوه قيمتو لازم أنتو تعطوه قيمة لحالكم بتكونوا كتير ناضجين بالتعامل مع أي شيء بيصير معكم التنين والتلاتة ترتاحوا التلاتة المسا لما الأمر بيصير بنتقل من الحوت إلى الحمل وذلك بتمام الساعة 7 إلى 10 المسا توقيت جرينج توقيت العالمي يعني بتوقيت بيروت هي 9 إلى 10 المسا توقيت بيروت بيوصل الأمر لبرش الحمل ترتاحوا بتتنفسوا السعوداء وبتدخلوا صدقا بأجمل فترة بهالأسبوع بهالأسبوع مع بقول الفترة رائعة لكن هي أجمل فترة بهالأسبوع هي لما الأمر بيكون ببرش الحمل وبالتالي الأربعة والخميس الأمر ببرش الحمل أنتوا موجودين بفترة حلوة رائعة ناشيطة مساعدة للكون وفيها تأييد كتير مهم يلي عم بيسمعني من القارة الأمريكية بدوا يعمل الحساب هو يلي على الشاطئ الشرقي من القارة الأمريكية بعض الظهر الأمر بيكون صار ببرش الحمل وبتتحسن المعنويات يلي على الشاطئ الغربي من الصبح تقريبا الأمر بيكون ببرش الحمل ونهاركم بيكون سعيد الأمر ببرش الحمل الأربعة والخميس يومين حلوين بالنسبة للكون مريحين وبيشجعوكن هاليومين لحتى تشتغلوا على أمور بدكن إياها على أمور أنتوا بيحاجة لإلا مساعدة استشارة تحرك ترتاحوا ومنكن لحالكن وهي فترة فعلا الناس بتقدر توصل للكون وأنتوا بتقدروا توصلوا للناس ليش عم بقلكون أنه هدول أجمل يومين لأنه آخر ثلاثة أيام بالأسبوع منهم أبدا سهلين عم بيحكي تحديدا عن يوم الجمعة السابت والأحد الجمعة ومع وصول الأمر لبرش الثور بتمام الساعة 7 ونص صباحا توقيت العالمي 9 ونص صباحا توقيت بيروت تدخلوا بمرحلة ضعيفة ما في دعم للكون ما في حماسة ما في إيجابيات بصراحة ما في تعاطب معكم بطريقة نافعة ما في تعاطب معكم بطريقة مفيدة وما في انتاجية وما في نوع من مصداقية لكل شي بتشوفوه قدامكم الجمعة السابت والأحد ثلاثة أيام وراء بعضا الأحد تحديدا حتى الساعة 9 ونص المساء توقيت بيروت فترة منها سهلة بتكونوا ودعتوا هيك شهر شباط فبراير بهدوء برواء ومن المستحسن أنكم تخصصوا هالفترة للهدوء والرواء للتأمل ولكل عمل هادي ورايئ وبتقضوا عصد أسبوع رائئة الأحد واحد أدار مارس كمانا فترة رائئة مخيبة للأمال ما تحطوا حالكم بظروف صعبة لأنكم فعلا بتعقدوا الأمور وبتحطوا ساعة الأمور بطل الصعبة صارت مربكي صارت بتشهر فيكن وهي فترة ضعيفة بتجرس مثل ما نحن منقول فكونوا جدا حذرين الأحد عشية المساء بتكون بعض الظهر بتوقيت القارة الأمريكية توقيت الأمريكي أو الصبح إذا كنتوا على شاطئ الغربي بيوصل أمر لبرجكن وتتغير الأمور لكني اللي عم بيتابعني بأوروبا وبأفريقيا وبلبنان مثلا هذه المناطق الشرق الأوسط للأحد المساء الأجواء هذه تفترة وبتجرس بتبهدل فكونوا جدا حذرين المواليد الأكثر حظا نسبيا هي 9-11 حزيران يونيو بدي أتمنى لكم أسبوع كتير حلو وإلى اللقاء مع الأبراج اليومية بديعكم باي باي